مجددا يتسلم الكابتن محمد حسن البعداني قيادة فريق فحمان أبيان لخوض غمار الحفاظ عن لقبه الغالي كبطل للنسخة الماضية من دور الدرجة الأولى البعداني وهو صاحب إنجاز اللقب الأول في تاريخ فحمان يرى أن الصعوبة أمام فريقه تكمن في تحمله يافطة البطولة السابقة ما يجعله أمام تحدي كبير أمام الفرق المنافسة والتي ستظهر جهدا مضاعفا ومتوقعا لقهر بطل النسخة الماضية لكن هذه الصعوبات ليست وحدها من تقف أمام فحمان قويل البشاركة في الدور إذ أن الفريق القادم من الريف الأبياني يفتقد لحاجيات كثيرة في طريق المنافسة عن اللقب أهمها الافتقار لملعب معشب وبنية تأهلية في النادي فالإمكانيات الذاتية بتوفير ملاعب بديلة للتمارين المكثفة هي السائدة حاليا أندية عديدة اختطفت أبرز نجوم فحمان الذين أنجزوا معه اللقب الماضي لكن روح الانتماء والصحضار المعوقات السابقة التي تغلب عليها تؤكد حقيقة غرابة كرة القدم وابتسامها في أحيانا كثير للطامحين بالصدق لعلو مجدها المشاركة الخارجية الأولى لفحمان في الدور الأول من البطولة العربية وتألقه في بعض المباريات عاملا هاما نحو اكتساب الثقة وهو يدخل التاريخ واضعا اسمه بين الكبار الظهور من محافظة أبيان ومواصلة حمل راية استحقاقها لقب عاصمة الرياضة اليمنية مهمة ينتج عنها النجاح وكتابة قصة بدأت من ملاعب شعبية حتى وصلت إلى منصات التتويج اشتركوا في القناة